إيران متورطة في هجمات صاروخية على السعودية هذا ما أكدته نتائج جاءت بعد أشهر من التحقيقات وأعلنتها الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو جوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي في تقرير له بأن صواريخ كروز والتي استهدفت منشأتين نفطيتين تبعتين لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي وتنسبها الميليشيات الحوثية لها هي من أصل إيراني استنتاج تقرير الأمم المتحدة جاء بعد فحص المضبوطات التي استخدمت في الهجمات التي استهدفت منشأة نفط سعودية في محافظة عفيف في مايو من العام الماضي وهجمات أخرى على مطار أبهى الدولي في يونيو وأغسطس من العام ذاته وعلى منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في خريس وبقيق في سبتمبر عام 2019 كشفت أن خصائص تسميم تلك القطع متطابقة أو متشابهة لأخرى أنتجها كيان تجاري في إيران أو تحمل علامات فارسية بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وأبريل 2018 كما خلوصا القائمون على تحقيقات أن محركات طائرات دلتا التي استخدمت في الهجمات أظهرت تشابها مع محرك إيراني عرفة باسم شاهد 783 قدمته إيران في معرض عسكري في مايو عام 2014 جوتيريش لفت أيضا إلى احتمالية وجود انتهاك من قبل إيران لقرار مجلس الأمن المتعلق بمنعها من تطوير أسلحة نووية خاصة وأن قطع الأسلحة التي ضبطت ربما نقلت بطريقة لا تتسق مع قرار عام 2015 إعلان الأمم المتحدة الأخير بشأن تحقيقات حول الهجمات على السعودية يؤكد ظلوع إيران في تسليح وتغذية ممارسات الميليشيات الحوثية روان حمزة الحدث